السلام عليكم خوتي اخواتياتين تمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غدا نهضروا على التغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للمهنيين والعمال المستقلين يعني لكي يزاولوا نشاط خاص بهم وليس بالأجراء لأول مرة في المغرب تقرر الحكومة الشروع في التغطية الصحية لفائدة صنع التقليدين وذلك ضمن مشروع تنزيل التغطية الصحية والتقاعد للعمال المستقلين ومزاولين المهن الحرة وفي الوقت الذي صادقت فيه الحكومة على المراصم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام تأمين الإجبار الأساسي عن المرض وإحداث نظام للمعاشات يعني لا سنساس كي يذرون نعلى لا سنساس وتي يذرون التقاعد الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون النشاط خاص بهم يرتقب أن يرى النور مرصوم متعلق بالتغطية الصحية لصنع تقليدين ويرتقب أن تشمل التغطية الصحية لهذه الفئة ما مجموئه 500 ألف شخص يعني نفس مليون شخص ويتعلق الأمر بالحرفيين والتجار المستقلين الخاضئين للنظام الجزافي والحرفيين والتجار المستقلين غير الخاضئين للنظام الجزافي بالإضافة إلى فئة الحاصلين على صفة مقاول ذاتي الناس اللي غادي يستفدون من هالتغطية الصحية غادي يكون تقريبا مجموئ ديانهم هالتغطية الصحية وسبق لرئيس الحكومة سعدين العثماني أن أشار إلى أن تطبيق هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق مقتدى وارد في القانون الخاص بالتغطية الصحية الأساسية يعود إلى سنة 2005 أي 14 سنة بعد صدور القانون حيث تطمح الحكومة إلى رفع من تعميم تغطية الصحية من نسبة 62% الموجودة حاليا إلى أكثر من 90% بعد إدماج حوالي 14 مهنة حرة ضمن نظام الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد كيف تعرفوا أخوتي إخواتي كانوا بسفة ديال المهن والحرف كانوا كيرفضوهم في تغطية الصحية يعني ممكن يستفدوش منها ولهذا أخوتي إخواتي الحكومة بغت ترفع من تعميم ديال التغطية الصحية من نسبة ديال 62% حتى 90% ودمجات حوالي تقريبا 14 مهنة فهذا النظام ديال الاستفادة وأضاف العتماني أن هذا الورش الاجتماعي سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من التغطية الصحية والولوج إليها مع إمكانية الاستفادة من التقاعد مبرزا أن عدد المهنيين يزاولون مهنة حرة لسنوات طويلة دون أن يستطيعوا التوقف عن العمل رغم تقدمهم في السن وتجاوزهم أحيانا سبعين عام لأنهم لا يتوفرون لا على حماية ولا على تقاعد يعني كانوا حرفيين وصنع تقليديين مثلا لهم يدوزوا حياتهم كاملة وما تشتغلوا وسنوات طويلة وفي الآخر تجاوزوا السن ديال التقاعد وما عندهمش تقاعد وكيضطروا أنهم يخرجوا خدموا واخرهم أكبر في السن وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى أن هذه مرحلة أولى ستليها مرحلة ثانية لتعميم تغطية الصحية بشكل تدريجي قررت الحكومة أن يكون ذلك حسب الفئات الأربع المستهدفة أولها تلك التي لا تؤدي أي ضريب على الدخل ويساوي رسمها المهاني 500 درهم أو أقل وستساهم ب150 درهم في الشهر يعني أخوتي أخوتي كيف تشتغل بذوب الناس لما يحتاج لضاربة على الدخل الفئة الثانية هي التي يتراوح رسمها المهاني بين 500 درهم و1000 درهم ولا تؤدي أي ضريب على الدخل وستساهم ب250 درهم في الشهر أما الفئة الثالثة فهي التي تدفع ضريب على الدخل تقل عن 1000 درهم وستساهم ب380 درهم في الشهر مقابل 460 درهم شهريا بالنسبة للفئة الرابعة التي تؤدي الدريبة على الدخل أزيد من ألف درهم هكذا أخوتي أخواتي كتكون لفيديو ديالتنا سلاة وشكرا لكم للإستماع وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة